إذن مشاهدين نتوقف الآن لنعرض لكم التشكيل الوزاري كاملا عبر شاشاتنا والذي يتألف من 29 وزير ونبدأه بصاحب السمو الشيخ محمد براشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وزيرا للدفاع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل انهيان نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للداخلية سمو الشيخ منصور بن زايد آل انهيان نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا لشؤون الرئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم عضو مجلس الوزراء وزير المالية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل انهيان عضو مجلس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي الشيخ انهيان بن مبارك آل انهيان عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة وتنمية المعرفة معالي الشيخة لبنى بن خالد القاسمي عضو مجلس الوزراء وزير دولة للتسامح ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي عضو مجلس الوزراء وأيضا شؤون مجلس الوزراء والمستقبل طبعا تم تغيير هذه الوزراء وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل معالي السلطان بن سعيد المنصوري عضو مجلس الوزراء وزير الاقتصاد معالي عبدالرحمن بن محمد العويس عضو مجلس الوزراء ووزير الصحة ووقاية المجتمع معالي صقر غباش معالي صقر بن غباش سعيد غباش عضو مجلس الوزراء وزير الموارد البشرية والتوطين معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش عضو مجلس الوزراء ووزير الدولة للشؤون الخارجية معالي عبيد بن حميد الطاير عضو مجلس الوزراء وزير الدولة للشؤون المالية معالي ريم بن تبراهيم الهاشمي عضو مجلس الوزراء وزير دولة لشؤون التعاون الدولي معالي سهيل محمد فرج فارس المزروعي عضو مجلس الوزراء وزير الطاقة معالي حسين بن إبراهيم الحمادي عضو مجلس الوزراء وزير التربية والتعليم معالي الدكتور عبدالله محمد بالحيف النعيمي عضو مجلس الوزراء وزير تطوير البنية التحتية معالي سلطان بن سعيد البادي عضو مجلس الوزراء وزير العدل معالي نجلة بنت محمد العور عضو مجلس الوزراء وزيرة تنمية المجتمع معالي محمد بن أحمد البواردي عضو مجلس الوزراء وزير دولة لشؤون الدفاع معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي عضو مجلس الوزراء وزير التغير المناخي والبيئة معالي جميلة بن تسالم مصبح المهيري عضو مجلس الوزراء وزير دولة لشؤون التعليم العام معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي عضو مجلس الوزراء وزير دولة لشؤون التعليم العالي معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر عضو مجلس الوزراء وزير دولة معالي الدكتورة ميثة بن تسالم الشامسي وزيرة دولة هذا هو التشكيل الجديد لهذه الحكومة الجديدة وهي حكومة المستقبل كما أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم إذن كانت هذه التشكيلة الوزارية الجديدة التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والتي ضمت 29 وزيرا ووصفها سمو بأنه فريق لتحقيق تطلعات شعبنا خاتما وما توفيقي إلا بالله شكرا لكم مشاهدينا وإلى اللقاء